بسلسية تاريخية قطع الاهلي نصف المشوار نحو التأهل وحجز بطاقة الوصول الى المباراة النهائية لدور ابطال افريقيا فاز الاهلي على الترجي بسلسية في ملعب رادس في نتيجة واداء ومستوى كبير جدا بالنسبة للنادي الاهلي حالة النهاردة من برامج في كاتفك الاهلي على مناصتي يلا كورا وجي اللي سي سبورس هنتابع تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بمباراة الترجي والاهلي وتفاصيل اكتر كمان متعلقة بالخطوات الاخيرة قبل الوصول الى الموعد الختامي والنهائي في مواجهة اي من سانداونز اولوداد الرياضي المغربي تابعونا بالتأكيد من خلال هذه الحلقة وفي البداية برحب به صديق وزامين العزيز زكريم سعيد مساء الفلة كريم مساء الخير لكل متابعي البرنامج في كاتفك الاهلي وقالس في اليوم مبروك لي كل منظومة النادي الاهلي هذا الانتصال الكبير التاريخي للنادي الاهلي لما يصبق لها الفوز في تونس على الترجي بنتيجة الا فرق هدف سواء واحد صف او اثنين واحدة لما يصبق للاهلي حتى فاز بفرق هدفية ما حصلتش اول مرة النادي الاهلي يفوز بهذه النتيجة الكبيرة اللي اكيد اكيد هتخلي مباراة العودة ان شاء الله في القاهرة ما فيهاش ضغطات وتدي الفريق برهة من الوقت ومن التنفس انه هو يبقى عنده متنفس يرتاح شوية قبل ضغط الفاينال سواء كان الفاينال ده قدام الوداد او قدام سانداون طيب مبدئيا كده نعم ولسه المواجهة التانية مش عارفين تفاصيلها لسه فيه لقاء عودة اكيد حتى ان كانت ايا ان كانت نتيجة لقاء الزهاب ولكن الفاينال لسه عندي توقعاتك الاهلي هو سانداون اه اه انا قلتلك لو تفتكر بعد مباراة بريتوريا اعتقد انا وانت هنا في برنامج في كتبك يا اهلي رسمنا اعتقد سيناريو درامي ربما يتخطى سيناريو جعفر العمدة احنا كان عندنا يقين ان الندي الاهلي في دور المجموعات بيبقى شيء وفي دور النوق اول يبقى شيء تاني وكنا حتى رغم طبعا ان الاهلي السنة دي بدأ بخسارة ست نقاط ست نقاط كاملة في اول مبارتين كان عندنا يقين ان الندي الاهلي قادر ان هو يسعد ويسعد كواصيف الندي اصل في سنوات الأخيرة بيطلع تاني بيطلع تاني وكل البطولة اللي خادها في سنوات اخيرة البطولتين كان طالع تاني حتى برض لموس قدام الولاد كان طالع تاني فما كانش دي الازمة لغاية طبعا ما جاءت طبعا اللحظة لخير الاحلام اللي تتكلم عليها وضياع راكل الجزاء اطهر الطاهر قدام صندع وزورة وبعد وانس الناد الاهلي دخل دور النوك اوت خليك متيقن تماما انك هتشوف فريق مختلف وده فعلا اللي احنا شوف نقيه الاهلي اهلي النوك اوت مختلف تماما حتى ما نطش الترجي اللي هو في السيمي فاينل اعتقد ان الاهلي داعب في دور المجموعات مباراة اصعب منه بكتير فانا اشوف ان السيناريو الدرامي في وجهة نظري الشخصية هيستمر ويتواصل بوصول الاهلي سانداؤنز الفاينل وماتش الاياب يا جماعة هيبقى في بريتوريا فكرة الماتش العودة في بريتوريا في نهاية افريقيا المعاد يمكن انا بقول لك من البداية كده يعني ما تلاقش معادة اربعة على عصر ده اكيد اكيد لا هو تلاتة لما كان في التوقيت الشتوي اعافي انت عندك مشكلة مع المعادة اه طبعا كلنا والله اه بس هو النهائل او تلعب في جنوب افريقيا غالبا ايبقى في المعادة مش مش هنسبق الاحداث طبعا فعشان الناس عافي ناس طبعا بتاهدوا الامور من التفاول والتشائم وهيقول لك ايه يا جماعة لسه والاهلي لسه ما اكيدش تاهدوا وما فقروش بعدنا والنبي بقى وبتاع فهي يعني احنا طبعا اخلا بعد ايه اه احنا بدقى اجيب طبعا بحنا نتكلم على الامر الواقعي كل انا محمد ترجي حتى وحنا نتكلم على القرعة وتكلمنا على الف ورشح نهو يقابلها في ادوار التالية كداما نقول الترجي شفناه قدام الزمالك كان في حالة سيئة وان اصل ناندي الزمالك السنة دي في حالة اسوأ وكسب بالزبط فما بالك بقى الترجي وكمان ايه الترجي بان حاله اسوأ وما يومتش الزمالك لان خلال الفترة دي اتصاب عنده لعيبة كتيرة جدا ابرزهم طبعا حمد الهوني ومعاز بن شارفية الفليق ناسه في الدولي يعني بيواجه نتائج سلبية كبيرة جدا اتغلب من قوليم بالباجي اثنين صفر اتغلب من صفاكسي واحد سفر اتغلب من الافريكي واحد سفر الفريق بعيد جدا جدا عن منافسة لفوق النظر احتدمت ما بين النجم الساحلي والافريكي خلال الفترة الجاهة فالترجي كمان ما عندوش ما عندوش اي اي طريقة ان هو يرجع في نطش العودة المدير الفان يا بين المعلول خلاص قدم استقالته رسميا عبر حساباته الشخصية على السوشال ميديا فالفريق عرف خلاص يعني كل حاجة فاهم بالنهاية الموسم ده بازت وانا اعتقد هم بالنسبان وعادين هم الموسم ده خلاص بحيس ان احنا نحاول في الصيف نبني فرقة جديدة نبني فريق جديد لنفع الترجي بلعب الفي ده زي ما احنا كنا منقول من 2017 فوسين كليبالي هو الهفض فندر الاساسي للترجي منذ البطولة العربية اللي لعبنا هنا في مصر لما كانت كانت حسين بدل يمضي فنان للاهلي فاكل البطولة دي كان 2017 ست سنين هو الهفض فنان لك كتير بصراحة يعني لما عندوش جد وبديل فانا اعتقد لك الترجي بعيد واعتقد ان النادي اهلي ان شاء الله يعني هيوصل مشواره لالفاينل المتوقع قدام صندعه صندعه لا اعتقدش النادي هيوزبر ان الفريق يفضل بيئي السودة صندعه لا اعتقدش خالص صندعه بشكل كويس جدا خصوصا عن بيرسي تاو في الهدفين الاول والتاني طب انت هتكلم عن التفاصيل الفنية اكيد فاكرة صبورة وعندك كتفاصيل كتيرة جدا لكن كولر فلسفة غريبة شوية بدأ بسيستن ودلوقتي بلعب بسيستن داني مختلف شايف الاختلاف ده بسعب ايه اه جميل السؤال ده بصشوف مارسيل كولر في وجه تنزل اول ما جيه وطبعا احنا عارفين مارسيل كولر كان بقاله فترة ما بيدربش ومارسيل كولر احنا اتفقنا احنا نتعامل مع مدير فني اكاديم ده بالضبط يا محمد الراجل اللي اتخرج من الكلية خلص راح خد الماجستير خلص خد الدكتوراه خلص جمع كل الكتب اللي دراسها في حياته وعمل مكتبة في البيت عنده وعمل مكتبة بتاعه وعاف الناس دي ايوه ده مارسيل كولر بيمشي بالكتاب زي ما تعلمت انا مارسيل كولر مؤمن ان ما فيش تغيير يتم قبل تجافتين ممنوع 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 بص هو دائمان انت بتتكلف معتقداته اللي هو اصلا ما تحاولش تقرف منها مش مارس بحد تسأله على الغد الواتف ايوه بص تاني احنا هنفسص الموضوع اللي بقول لك سؤالك حلو جديد هو الراجل ده من مدرسة دي انا ما بغيرش تاني انا بتحكم في لفل عصبيتي مع اللعيبة بالاسلوب اللي انا شايفه مش اللي انت شايفه انا مش مراية انعكاس للجمهور ومش بتأثر ومش بحاول ارض الجمهور هو بقول كلام حيو ده من الجمهور بس ما بيحاولش يرضيه خلي بالك مش من المدرين فنيين اللي بص يلاقي الجمهور متضايف روح اقري طب ما اطلع ايه اقول لهم كلمتين كده عشان ايه ما يزوموش علي حتى في اسوأ الاحوال يوم الخامسة هو تحمل المسئولية فحب نتكلم على مدير الفني اكاديمي دايما انتازم تعرف المدير الفني الاكاديمي بياخد وقت شانيتعلم زي الكتاب اه فيش تعليم بيتم منك تقرأ وخمس زياد لا لازم تستنى شوية وتصبر اعتقد ما في الكولر اول ما جيه بيلعب كرة جمالية كرة مفتوحة كرة اوروبية تامة حتى ايفل لو كنتمشى في الدور شوية لاني طبع المستوى في الدوري اضعف بكتير من افريقيا حتى لو كان في الاختلاف يعني فيها استقول لك ايه لا دي فرق ضعيفة لا يا حبيبي المفاكة مش فاكة فرق افريقية ضعيفة لا هو اسطوب لعب مختلف انت مش بتعود عليه عدم التعود ده في حد ذاته صعوبة عليك بصح زي بالذب بالذب لما تلاقي الفرق الاوروبية بتلاعب الفرق الافريقية والاسيوية بتعاني تعليشان هي معها اضعف لا عشان اللاعب مختلفة ريان مادريد على قدام الاهلي ومش عالي في لعبة الاهل ما بيلعبش بنظام اوروبا العين لما لاعب ماشا حيوي قدام الريان مادريد لما كده يسكن الششاخات مع العين العين بيلعب أسلوب اللاعب الأنديل الأسيوية والأنديل الأفريقية للفرقة دي يا محمد عشوائي بالضبط على فكرة هم بين نسبة لهم هم ده أسلوب اللاعب عشوائي حي بدلعب سليب مختلفة بيقعد كده شوية لغاية لما يبدأ يفهم أسلوب لعبك ويقعد مع الأهل أعتقد حوالي 55 ديئة لسه بيستوعب هو فيه إيه للاجواء لهذا فيه إيه نازم تلعب إزاي فأنا بقول إن مارسيل كولر قاعد بقى فترة غاية بالضب بالضب جاءت نقطة التحول خماسية سانداونز لأنه هو في ماتش سانداونز في بريتوريا ارتكب خطأ فادحة نكروح لعب الضغط عادي في ماتش ساعة تقطع العصر فيه حاجات أنت كنتش حاسبها من ساعتها هدو كده الشريط هتلاقي إن الشيفتنج حصل عند مارسيل كولر من ماتش ده وده ظهرت في النتائج حتى كله نحب نتكلم النادي الأهلي بعد ماتش سانداونز خمس مباريات أعتقد في أفريقيا أو ماتش لا من ماتش اللي هو تعالي باكات نية اتنين في القاهرة هو رح كسب القطن أربعة وبعد كده واجه الرجاء زهابا إيارا لا هو القطن كان قبل الهلال اه القطن والهلال بعد ذلك هو اللاعب القطن ايوا وبعد كده لعب سانداونز لا بصواتك هو طلع من سانداونز على الكاميرون صح طلع من سانداونز على الكاميرون كسب في الكاميرون أربعة تمام بعد كده ختم مع الهلال في القاهرة كسب ثلاثة تمام بعد كده لعب الرجاء زهابا وقيابا تمام بعد كده دلوقتي كسب الترجي يعني خمس مباريات خمس مباريات كلين شي بالزبط خمس في ايه في أفريقيا مع مدارس كاروية مختلفة مختلفة جدا حتى لو ضعيفة لكنها مختلفة ما ستبقى أسمهم أسامي طبعا الهلال الترجي أبطال دولهم أه أبطال دولهم في أفريقيا بالزبط يعني القطن ده بطل الكاميرون الهلال بطل السودان الرجاء بطل المراجون ما نتكلمش عن فرقة متوسطة أو فرقة صغيرة وبالتالي الرجل بدأ يفهم أن فيه منظومة وفيه أسطوب لعب معين اللي لازم تلعب بيها ومن ساعتها نتائج الفريق كمان في الدوري المحلي اتحسنك جدا 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 والمنظومة الدفاعية للنادي الأهلي السنة دي أفضت بكتير عن المسلمين اللي فاتوا الأداء البدني للنادي الأهلي في هذا الموسم أفضت بكتير المسلمين اللي فاتوا الدليل النادي الأهلي بيلاعب بيرامد زي محمد 120 ديئة مرتشين في أقل من شهر 120 ديئة مرتين علي معلول بيكملهم بيكملهم كلهم والمجهود البدني ما أقلش بيعمل تاكلينج في الديئة 118 ضد ولد أصغر منه بحوالي 8-9 سنين محمد الشيفي فأنت بتتكلم لها واضح جدا جدا الرياضيا الراجل ده وجهازه الفني المساعد عمل طفرة في الأداء البدن لدينا مش ترجي 30 انت رايح 96 واخد الكورنر الحاكم صفر بعد الكورنر بتاعك مش بتاع الترجي لأهو مهزوب فلا كل دي مؤشرات بتقول إن مرسيل كولر فعلا مريف فني أكاديمي وكنا لازم طبع طبيعي أن انت لازم تجدل وقته وتصبر علي طيب انت هترجع عندك مرش ترجل للعودة إن شاء الله في القاهرة يوم 19 نعم هتلعب ثلاث مباريات في الدوري ايه بعد كده هتلعب بقى الفاينال 4-11 ان شاء الله اذا 4-11 لا أكيد خلاص الزهاب أربعة والعودة يوم 11 لأن الأجندة الدولية تبدأ 12 اوكي والأجندة الدولية كان معنا مشكلة للمنتخب بس هل منتخب على سموك برعب 14 مع جنيا في إحدى الدول الإفريقية لازم تحددش المكانة يبقى فين بالضبط بس وصول الأهلي للفاينال فكرة الدورة إيه خلاص بدري دي أصبحت صعبة كنا بنتكلم فيها طبعا الوقت الحاجة عامل حسين أكيد هو غضبنا عنه كل ما يبقى لك خلاص مدري اه طبعا هو بيخلاص الأجندة حسب الأهلي بيعمل ايه يعني هو الزمالي خرج زبط ماتشاة الزمالي بالضبط خرج زبط ماتشاة براميز الأهلي الحمد لله مكمل لغاية الفاينال فهو طبعا احنا بص محمى بكل أمان لازم يكون مسؤول الكرة المصرية بقى انا بقول له اهو بشكل واضح نصحح اللي حصل الزمالي فاتت والكلام بقى بتاع خطاب الكاف ومش خطاب الكاف وقصت الجواب حطنا في الدرجة وانسينا نديه للأهلي ولا مش عالف ايه مش هنفتح القديم بس بنقول ايه بقى السنة دي ان شاء الله بعد من الايه يتأكد وصول الفاينال لازم الجميع يلتف حوله كل الجهول مش خاطر الاهل بطولة المصر البطولة المصر لازم في الحتة دي يا جماعة ما نكسرهاش لازم الحتة دي ناخد بالنا اه طبعا التنافس الاندية اكيد فيه مساحة من المنتخبات اكيد انا شايفينه حتى في العالم كله مش عندنا احنا بس فما يجيش تشغل الاهلي انتخب عنده 14 اه مطش 14 كله كله اه كله وانا حتى بحي الاستاذ محمد غرابة مدير اداري منتخب مصر اللي قال كل الدعم للنادر الاهلي احنا متفاهمين وبنحاول نبعد شكوى اللي فيفا علشان موضوع ماتش غنية بس لازم انههاردة بطول الدولي ابطال افريقيا لقب ده ان شاء الله يتم حصده للكرة المصرية. انا عندنا منافسة جديدة مع الكرة المغربية بقى لنا في الفترة الاخيرة. تنافو الشريف. تنافو الشريف. وهم ناس محترمين. واحنا ازاي ما هم بيحبوا يكسبوا? اكيد. احنا نحب نكسب. صح. احنا نحب نكسب. فخلاص النادي الاهلي هو الوحيد حامل لواء الكرة المصرية. ده مش كلام كليشي. ده كلام لازم نحافظ عليه. خلي بالك يا جماعة. ده كلام لازم نحافظ عليه عشان الولاد الصغرين في السن. التنافس لازم كله حدود. اكيد. التنافس ما ينفعش نقعد نوصله الى ما هو ابعد من الخطوط الحمراء. طيب نختم بقى بخبرين قبل ما ننتقل لفكرة الصبور. اول حاجة الخبر الاول متعلق بشكوى الهلال والاهلي. نعم. واحنا كنا انفرضنا فيها الحلقة اللي فاتت يا كريم. نعم. واقنا للناس خدوا بالكم في جلسة عا تبقى في نهاية الاسبوع. نعم. ما بين الاهلي والهلال مع الاتحاد الافريكي حتى انت وقالت لي ده المفروض الموضوع بقى له مسلا فترة. ايه. عشان يحسن الملفات دي. نعم. طبعا القرار خلال ساحاتها هيتم اصداره بازن الله ان شاء الله وصدوره رسمي من الاتحاد الافريكي. لكن عايز اطمنك واطمن كل الناس. نعم. فكرة اللقبة بدون جمهور اصبحت مش موجودة. كويس. فكرة العنصرية اللي كانت راحة الهلال في شكوته. مش موجودة. مش موجودة. ما عارفش يثبتوها والاتحاد الفقيقي مش مقتنع اصلا بيها. رغم ان الشوقة دي وصلت للاتحاد الدولي. نعم. والاتحاد الدولي طلب التحقيق فيها عشان يعرف نتائجها. فالامر كلها لبعضه مرتبط بغرامة مالية. الغرامة ممكن تكون كبيرة بس اعتتوقف عند ذلك وتبقى في النهاية مشكلتها مشكلة الممرض اللي عنده غرف خلال الملابس. اه اوكي. والهتافات والليزر والحاجات دي كلها يعني الامور اللي احنا معتدين عليها. الغرامة اللي احنا بتفعها كل مرة. بالزبط. فانا للكم الكواليس قبل ما يطلع القرار الرسمي بس القرار الرسمي اللي بيطلع ان شاء الله على يلا كورا هتشوفوا كل التفاصيل بإذن الله. الحاجة التانية. اي. من اطراف المربع الزهبي? الاهلي. اه ساند داونز والوداد والترجي. الاربعة دول هيكتمعوا في حفلة هينظامها الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بنسبة كبيرة في تنزانيا في شهر سبعة اللي جايه. عشان تتعامل اول قرعة لأول نسخة من دور السوبر الافريقي. ده خبر خاص وحصري لكل متابعة يلا كورا جيه اللي سي. دور السوبر الافريقي. قرعة البطولة اتجاه بنسبة كبيرة وتم يعني اختار الاندية هتبقى في شهر سبعة في تنزانيا بحفل كبير جدا. هينظموا الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. عشان دول هما اللي هيكونوا على رأس المسابقة وهيواجهوا احد الفرق التانية. اي. سيمبا او بترو اتلكل الانجولي. مازمبي. او مازمبي الكنهولي. او كمان في فريق تاني بس انا مش متذكره دلوقتي. بس بنتكلم في مازمبي وسيمبا وبترو اتلكل الانجولي. و قد يكون في فريق بس انا مش. ان يمبا. اي ان يمبا النيجيري. بالزبط برافو يا كريم. ان يمبا النيجيري. هيواجهوا الاربعة الكبار. الاهل الترجس ان داونز الوداد. هتبقى النظام النوك اوت. دور التمانية. زهاب اياب تكسب تلعب سيم فاينال. تكسب تلعب فاينال. بنتكلم. كله زهاب اياب. كله زهاب اياب. ست ماتشاط للاهل لو وصل فاينال. ستة مليون دولار. بستة مليون دولار. من امتى لامتى? من نص عشرة لنص احداشر. يا بلاش. شهر واحد. شهر واحد بس. طبعا يعني محمد يعني معلي جدا جدا في الاخبار الحصرية النهاردة في الحلقة بس انا حيبعلي عليك بقى. علي. علي عليك زيادة. علي. الاربع اسماء اللي محمد قال عليهم دول. النادي الاهلي. تراجي التونسي. الوداد المغربي. بطل جنوب افريقيا. الرباعي ده هيكون هو اول رباعي ممثل للقارة الافريقية في مونديال الاندية بشكله الجديد في عام عشرين خمسة وعشرين. كل تأكيد خلاص. اهو النسخة الكاسعلى. الاهلي والوداد ضمنوا. صحيح. الاهلي والوداد ضمنوا. طبعا جهدهم خلاص كابطان ليه نسختاي عشرين واحد وعشرين وعشرين اتنين وعشرين. انا بقول لك اهو التراجي وسان داونس اذا يعني ما خادوش اللقابين. ده واللي جاي. ده واللي جاي. هيتم اختيارهم بناء على التصنيف. لان هم اصلا مبعات جدا 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 جدا. عن. عن الزمالك ورجاعهم. كل بعيد بعيد. لا وفكرة ان الزمالك ورجاعي لعابوا دور ابطالة افريقيا السنة الجاية هيبقى صعبة بنتيجة الترتبهم في الدورة المحلية. هم مش يحقل العاب السنة الجاية وبالتاليهم بره النسخة وبالتالي الاهلي ترجي ودهات سان داونس ممثلي افريقيا في مونديال 20-15. طب. يلا بينا على فكرة الصبورة. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا على فكرة الصبورة وفي تحليل ومفاجأات كريم محضرها معنا. يلا بينا. ودلوقتي معابنا مع فكرة الصبورة ونشوف الشغل التاكتك والشغل الفن اللي تم في مباراة الترجي والاهلي في ملعب راتس. كريم محضر ايه معاك طبعا محمد برحة كتب مباراة بكل امانة من جانب واحد تماما هو النادي الاهلي وسط مشاهدة ومتابعة من لاعبي الترجي وجهزهم الفني بقلالة الكاتل طبعا نبيل معاك اكيد طبعا طبعا زي ما قلنا في فكرة الاولى ترجي بكل امانة عنده مشاكل واحنا عارفينها وراصدينها منذ بداية الدولة الاتطارة وهنا في كتفك يا اهلي كلمنا كتير على كل اندية افريقيا وكنا حتى بنعمل حسابات هنلاعب مين وكنا بصراحة احنا اقولنا يعني الاهلي من حسن حظه انه يقابل الترجي في النسخة الحالي كولر امبارح رغم ان هو دارس الترجي كويس جدا واضح جدا جدا من يعني من شغل اللعيبة داخل الملعب ان كان فيه دراسة قوية واضحة للترجي ولكن مع ذلك الكولر اثار على احترام الترجي الى اقصى درجة ايه الدليل على كده ان التلاتة اللي بدأ بيهم في نص الملعب يملكون نزعة دفاعية اكثر من النزعة الهجومية رغم ان كلنا مثلا يقول ايه العب مروان وحمدي وحط ايه قندوسي مثلا يعني راجعا لا انا هلعب بتلاتة دفاعيين اكتر عشان املك نص الملعب وكده وكده من دراسة للترجي انا هلعب خلف مين الاتنين الفولدك خصوصا بن حميدة بن حميدة يعني حللنا اداءه كتير اوه في كل اعني منابر يلا كورة وكلمنا عليه كتير وقلنا نقطة ضعف كبيرة عند الترجي وشوفنا طبعا ان هو سوق التمركز الشديد لما بيخش عشان يغطي في عمك الملعب بيفتح مساحة كبيرة جدا 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 وشوفنا بيرسي تاو ازاي استغال المساحة دي مرتين مرة في شوطة اول في الهدف الاول والمرة التانية في هدف التاني كمان يعني ده الهدف التاني مش عايز اقول لك بيرسي تاو واخد الكورة من الشمال وداخل غاية هنا اهو ولا الهوة ولا حد بيقول له انت رايح فين ولا جاي من دين ولا اي حاجة الراجل ماشي براحته وخلي بالك والترجي مش مطور بينه العيد تعافي محمد بيفقى عماطش شوط تاني ايه والترجي ترى منه لعب ده بسهب حاجة اه ده بسهب ايه بسبب الفركشة الفرقة متفركشة الفرقة كده 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 اللي شاف الترجي والصفاقسي شاف الترجي والنجم الساحلي شاف الترجي والاوليمبي الباجي والدوري والافريقي لا 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 فرقة فعلا فرقة ما عندهاش ثقافة يعني قرب الخطوط مش موجودة عند اللعيبة فعلا موضوع بعيد جدا 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 تكتكين وعشان كده شوف الناد الاهلي بيقدر اعمل حاجة ألعب وراء بن حميدة مشكلة مميز جدا وكمان الكورة الكالب بتتلعب البينية لكهربا ما بين الاثنين المساكين شوفناها الشوط الاول تلعبت ثلاث مرات نجحة مرة وقربة مفرد الشوط التالي بقى حدثوا على حرق طبعا انا عايز اقولك شوط تاني لهبت الترجي كانوا بيلعبوا النادي الاهلي بضغطة عايشان تنتعادله وكله طلع له قدام ومساحات كتيرة عشان كده شوفنا في نهاية الشوط النادي الاهلي كان يقدر في اخر عشر دقائق بس 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 ايه بتاعتي جوية في اخر عشر دقائق كان يقدر يوصل الفارق لست اهداف في اخر عشر دقائق ليه ان خلص ترجي بيهاجم طهر محمد طهر واحد عبدالقائل ان نزله كم هجمات مرتدة كلها الاهلي رايح تلات على واحد تلات على واحد ده فيه كورة عبدالطهر محمد طهر لو فكر بس يباصي لمحمد شريف خلاص المسألة حدث وبالتالي انا بشوف كولر النجاع الانتصار الكبير ده ينسب لكولر ينسب لجهازه الفني ينسب لمحلل الاداء اللي درسه الترجي بشكل كويس وإيه دي الناد لأهلي يقدم مباراوي حقق نتيجة تاريخية في استدراض طيب مناسبة بالتاكتج ده السريعة وبنختم الحلقات نعم الشوت التاني في القاهرة نعم يقدر كولر يعمل نفس السكور ولا من مصلحته ان يلعب على هذا ويأمن عشان يطلع بأقل خسر محدش ياخد انظاره وكده والله هبصوا طبعا احنا عندنا مشكلة طبعا حمد فتحي حمد فتحي عنده انظارين وطبعا انت يجب يجب تجنيب حمد فتحي المباراة دي بكل أشكل خلص جدنبه تماما وعندك حاجة تانية عندك ياسر إبراهيم مراوانة اغطيه كل واحد انظار نعم طبعا بالزبط دي لازم النهاردة الجهاز الاداري في النادي الاهلي يدي الشيت بتاع النظارات بالكامل للمدير الفني ويقول له خلي بالك المباراة ديها مش مستهل خالص ان كمان الترجي بخلاف الاوضاع السيئة اللي هو فيها كمان نبيل معلول استقال من منصبه فبالتالي الفالية هيلعب بجهاز فني مؤكد يعني الدنيا اصلا مش في افضل حاجة بالنسبة للترجي ويمكن يعني الماتش الجاي هيعدي بسهولة ويسر بسهولة ويسر فانت على عطاك ديزي نحط في بالك ماتشين الفاينال بيزن الله ببروك يا كريم شكرا جيزي محمد الف اليوم مبروك ليه اندي اهلي والف اليوم مبروك ليه الكرة مصرية بالتأكيد من بداية برنامج في كتفك يا اهلي والحمد لله الانتصارات متتالية كاس عالم هندية دور ابطال الافريقي خلاص بيه على خطوة الحلم الاخير حاجات بسيطة ونفرح كلنا بالاميرة الافريقية لكن دايما وابدا هنقوم معاك واول باول عشان نشوف كل المستجدات الخاصة بالفريق في المباريات الافريقية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة